الختام مع الدكتور وائل دسوقي مدير مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والمسؤول الأول عن رالي مصر 2022 لريادة الأعمال نتكلم الدكتور عن الرالي السنة دي نتائجه إيه؟ هدفنا منه إيه؟ وبنستهدف إيه السنة الجاية؟ الرالي السنة دي مختلف عن كل إحنا يمكن بدأنا من أول مرة كانت سنة 2017 السنة دي موضل مختلف تماماً السنة دي إحنا شغالين عليه من شهر نوفمبر بقلنا تقريباً أكتر من 8 شهور لفينا على محافظات مصر يمكن أغلبها شراكة مع 15 جامعة من الجامعات المصرية العريقة الكبيرة من أسوان الإسكندرية بناخد مجموعة من كل جامعة شريكة معنا في المسابقة وبنشتغل مع كل مشروع في كل جامعة لمدة 4 إلى 5 شهور وان تو وان بحيث أن إحنا نحاول نساعده يطور المشروع بتاعه ويبقى قابل للتطبيق بشكل أكتر ويبقى عنده بزنس موضل و بزنس تركشير بشكل أفضل وفي الآخر من كل جامعة شريكة مشروعين من كل جامعة هم دولي كانوا موجودين يعني النهاردة في مدينة العالمين الجديدة فمعظم الناس اللي كانوا موجودة أغلب أكتر من نصهم شركات تكنولوجية طبعاً التكنولوج هي الفيوتشر يمكن الرأي يمركز على تكنولوجي النهاردة كنا بنكرم أحسن 6 مشروعات طلعوا من كل الجامعات المصرية وطبعاً كان فيه دعم كبير يعني من قيادات الجامعات كانت موجودة معالي وزير التعليم العالي ووزير الصحة ومعالي وزير الشباب والرياضة وكان فيه يعني تمثيل من مجلس النواب كان فيه دعم قوي ليهم لأنه هو الهدف مش أنه إحنا آه فيه جوائز ملاية طبعاً كبيرة بس إحنا محتاجين نوصلهم بدعم محتاجين نوصلهم بمستثمرين بشركات كان فيه مجموعة كبيرة من المستثمرين معنا الثلاثة يامل لفاتوا ومن البوليسي ميكرز ومن الشركات الكبيرة اللي بتحتم بدعم رائد الأعمال بذات في مجال التكنولوجي إحنا بقالنا خمس سنين بنعمل رائد الجامعة العربية بنتابع الناس دي شفنا راحوا فين هل مشروعاتهم ماتت ولا تنفزت يعني هل بنتابع كل رائد أعمال بدأ معنا إحنا رائد العرب للرياد الأعمال بنعملها مستوى دولة العربية 2019 كان الأفضل مشروع في دولة العربية كان لبناني تاني أفضل مشروع كان مصري عبد الرحمن عمران من أسوان الاتنين متابعين معاهم من 2019 لحد النهاردة الاتنين بنحاول إن إحنا نجيب لهم فرص تسمرية عبد الرحمن عمران دلوقتي هو من المشروعات مسيحة الرئيس كلم على 200 ألف واحد تقدموا مقبلوش غير 300 واحد في منحة وزارة الاتصالات للمشتير في التكنولوجي هو كان واحد من 300 فبنتابع معاه دايما بنحاول نوصله ووصلناه مجموعة العربي إن هم يساعدوا عشان مشروع يتحول لشكل طبيعي عبد الرحمن هو بيعمل فكرة كرسي للناس اللي ذوي الإعاقة بس بتحرك بإشارة المخ وده تصنع فعلياً؟ وتصنع وعمل نموذج مع الهائرة العربية للتصنيع وبيطوره دلوقتي وبدأ يصدر وبدأ اتخذ منه زارة الضامن الاجتماعي ما شاء الله وهو عبد الرحمن عنده إعاقة حركية ودي كانت بالنسبة له هي الموتف لأنه حاسس بالموضوع لتحدي وتحدي رائع ومتخصص في البروغرامنج والبرمجة والسوفتوير فعمل سوفتوير للتحكم في موضوع نيورو ساينس بشكل عام ده 2019 فإحنا شغالين مع عامل 2019 لحدة 22 بنقيس على كده النهاردة كان موجود معنا ناس خدوا وكسبوا رالي مصر ريات الأعمال في 2017 و2021 فإحنا دايماً بنتابع بنشوف الألوميناي لأنه هو الهدف إن إحنا نطلع قص نجاح ونطلع رواد أعمال فبنفضل وراهم لحد ما إن شاء الله يعني يطلعوا مع البنك الأهلي النجاح كبير جداً في رالي الأكاديمية العربية السنة الجاية مخططين لإيه؟ السنة الجاية نويين إن شاء الله يعني نركز أكتر على الشركات التكنولوجية ونويين رالي أفريقيا لأن إحنا لما شفنا نموذج العربي شفنا فيه شيء مختلف ورائع وكان النهائي بتاعه في دبي إكسبو فكانت شكل رائع إن إحنا كمصر وكمنظمة عربية بننظم حاجة في دبي إكسبو وفي الورد نحن كان جناخنا عالمي بزبط من أفضل أجناخ في إكسبو ففعلاً كانت حاجة فعلاً مبهرة ومشرفة وده خلينا إن إحنا بنفكر إن إحنا نعمل رالي أفريقيا والفاينل بتاعه في مصر